اشتركوا في القناة الاربعاء الماضي عملية جراحية على مستوى القلب بالمستشفى العسكري في وهران وكللت بالنجاح ونشر المغني محمد بن شنات عبر صفحته على الانستجرام خبر وفاة الفنان بصورة باللاحة ومكتوب امامها انا لله وانا اليه راجعون بينما كتب رمز زانجا عبر صفحته على الانستجرام ربي رحمك والله اعطي الصبر للعهلة في حين كتب سامير مستر اكس الممثل وكاتب السيناريو رفقة جعفر قاسم الله يرحمك ويغفر لك يا العزيز يا الغالي ما قدرت نامن وكتب محمد خستاني رحت بكري يا عمي باللاحة رحت بكري ما شبعناكش ونشر الفنان القدير مذني نعمون والمعروف ببرهان ربي رحمك ان شاء الله ويوسع ليك يا العزيز يا باللاحة كما كتب الفنان عبدالقادر جريو غادرنا وهو في عز العطاء يا عمي باللاحة رحت بكري بالزاف الف رحمة عليك من جهته كتب الفنان ديزاد جوكر شميث ربي رحمك يا باللاحة يحب الخير للجميع الناس ومتواضع الأقصى درجة ونشرت الممثلة سهيلة معلم لن ننساك ستبقى حيا في قلوبنا يا باللاحة يا الغالي وكتب المغني الشاب بلال الله يغفر له ويرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان وقالت الفنانة المغربية المتعلقة في مسلسل عاشورة العاشرة الثالث ناديا كوندا لا يمكن أن تنسى حس الفكاهة والمرح الذي كان يتمتع به النوري هذا وستشيع جنازة الفقيد غدا بمقبرة سيك في معسكر رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان موسيقى